السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير في الفيديو بتال النهاردة بازن الله نستعرض على حضراتكم ازاي نحمل احدث نسخة من ويندوز عشرة من موقع ميكروسوفت طبعا في مشكلة دواتي اصبحت بتقابل الاشخاص اللي بيحاولوا يحملوا نسخة ويندوز عشرة من موقع ميكروسوفت ان اصبح تحميل النسخة مش موجود بصورة مباشرة طيب هنحل ده مع بعض ازاي? وهنحمل احدث نسخة ده اللي هنتعلمه في الفيديو لو حدبتك حبيب تعرف تابع معي الفيديو للنهاية. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي? كل انت هتعمله هتفتح المتصفح الخاص بك وتكتب في ويندوز عشرة. هيفتح معنا اول رابط هيتشوفو. هنلاقي تنزيل صورة ارس اه ويندوز عشرة ملاف عيزو. طبعا وده شعار شركة اه ميكروسوفت. هنضغط عليك. اه بالماوس او اه انتر من لوحة المفاتيح بعد ما نحدد الرابط. تمام? هتفتح معي الصفحة بتاع اه تحميل ويندوز عشرة. هنلاحظ بقى الاتي. النوع بيقول لك ويندوز عشرة اتنين وعشرين. تمام? كده اللي هو اتنين وعشرين اتش او. اه مش اه ظاهر لك عملية التحميل بصورة مباشرة زي زماني. يعني اصبح ان انت لازم تنزل اداة والاداة دي بعد ما تحملها بيبقى تحمل لك اه نسخة ويندوز عشرة. فالموضوع فيه يعني صعوبة احنا عايزين نحملها بصورة مباشرة من قلب الموقع بتاع ميكروسوفت. هنحيل المشكلة دي ازاي? كل اللي انت هتعمله هتعمل كليك يمين في اي مكان فاضي في الصفحة وتختار اخر حاجة اللي هي كلمة فحص. تمام كده وانا انتظر لحديث ما الصفحة هتحمل معانا بالصورة دي. بعد ما حملت بالصورة دي هنبدأ نضغط على كلمة اللي هو الهاتف. اه اللي هي بالصورة دي انا ضغط على كلمة الهاتف. تمام كده? كياني حولت الصفحة لصفحة اه هاتف. اضغط مرة تانية. وانتظر لحديث ما يظهر معايا اللي هي الدايرة اللي هي السودة دي او الرمادي. بعد ما ظهرت معايا الدايرة الرمادي ديت. هبدأ في اي مكان فاضي في الصفحة. وابدأ اعمل عملية تحديث اه لصفحة. وننتظر مع بعض لحظات بسيطة. لما الصفحة يتم تحملها مرة تانية. لحظات بسيطة تابع معايا. تمام كده? الصفحة بدأت تفتح معايا. زي ما حضراك شايف كده ظهر معايا على طول عملية تحميل نسخة اه ويندوز عشرة. اللي هي اتنين وعشرين اتش تو. بصورة مباشرة. مزي الاول? تمام كده? تبدأ تضغط هنا. تبدأ تحدد له اللي هي نسخة ويندوز اللي انت حابب ان انت هتحملها ان هي نسخة ويندوز عشرة. تضغط على تأكيد. تمام كده هو? بيقولي اه اختار اللغة. ابدأ اضغط عليها وتبدأ تختار اللغة اللي انت حبيبها. طبعا كل اللغات اه متوفرة. ابدأ انا اختار مسلا اللغة العربية. وبعد كده ابدأ اضغط على تأكيد. هو بيقولي هيتم التحقق. زي ما حضراك شايف كده. ظهر ليك على طول اه نوع اه نسخة ويندوز عشرة باحدث اصدار باللغة العربية. طبعا في نسختين نسخة ويندوز عشرة اربعة وستين بيت. ونسخة ويندوز عشرة اتنين وتلاتين بيت. طبعا حسب آآ الموديل بتاع الجهاز آآ الخاص بيك. فانا طبعا الجهاز بتاع بيدعم اربعة وستين بيت. فابدأ اضغط على زي ما حرق شايف كده. ظهرت على طول آآ نسخة الويندوز بصورة مباشرة. كل اللي انت هتعمله بقى تنتزل لحديث ما تحمل النسخة وبعد تهت تحرقها على فلاشة وتسطبها على جهاز الكمبيوتر. باحدث اصدار مباشرة. زي ما حدرك شايف كده. ويندوز عشرة اتنين وعشرين اتشي تو. اربعة وستين آآ احدث نسخة مباشرة على موقع كده احنا قدرنا ان احنا نحمل بصورة مباشرة من الموقع ونتغلب على المشكلة اللي كانت آآ مباشرة في الموقع. طبعا لو الفيديو عجبك واستفدت منه. ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.